إلى مربع أمني بامتياز تحولت منطقة الحمرة بعد منفذ القوى الأمنية مداهمات ساهمت في توقيف 17 شخصاً بعد الاشتباه بانتمائهم إلى مجموعة إرهابية. وفي التفاصيل أن شعبة المعلومات وبالتعاون مع الأمن العام داهمت فندقين نابوليون وكازادور في الحمرة بعد أن وردت معلومات عن وجود خلية هدفه القيام بأعمال إرهابية في عدد من المناطق فضربت طوقاً أمنياً شديداً. وبعد مدهمات وعمليات تفتيش قامت بها تمكنت القوى الأمنية من توقيف 14 مشتبه به في فندق نابوليون وثلاثة آخرين في فندق كازادور وهم ينتمون إلى جنسيات غير لبنانية ويجري تحقيق معهم. شعبة العلاقات العامة في المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت في بيان لها إلى أنه بعد توفر المعلومات عن قيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لتنفيذ عمليات التفجير في مدينة بيروت ومناطق لبنانية أخرى. وبناء على إشارة القضاء المختص قامت قوة مشتركة من شعبة المعلومات والمدرية العامة للأمن العام بدهم أحد الفنادق في منطقة الحمرة للاشتباه في وجود بعض الأشخاص الخطيرين داخله. وبعد التدقيق في هويات النزلاء تم أحضار 17 شخصا من جنسيات مختلفة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بغية التثبت من وضعهم القانوني. إشارة إلى أن الوضع الأمني المتوتر دفع بالقوى الأمنية إلى قطع طرق عين التين بإرحصة السفارة الكويتية الأونسكو والطريقي المطار ومن مستشفى العسكري. كما نفذت إجراءات مشددة على مفترق بردان الصنائع حيث وزارة الإعلام والداخلية. ترجمة نانسي قنقر